أهلا بكم مشاهدين وبعد حوالي ستة أشهر من بدء البنك المركزي الأوروبي في برنامجه للتيسير الكمي ما الذي تغير في الاقتصاد الأوروبي دعونا مع الأرقام الأولية بالنسبة لمستويات التضخم التي شاهدناها وبطبيعة الحال يوم الخميس خفض أيضا بنك المركزي الأوروبي لتوقعاته بالنسبة لمستويات التضخم ما شاهدناه في هذا اللون الأحمر ربما غير واضح كثيرا ولكن شاهدنا ارتفاع طفيف بالنسبة لمستويات التضخم بعد أن كان دون مستويات الصفرية شاهدنا انكماش في الأسعار بعد التدخل مع برنامج التحفيز شاهدنا ارتفاعا من جديد ولكن اليوم في تصريحات ماريو أدراجي لطبعا يوم الخميس وبعد قرار مستويات الفائدة ذكر بأنه من الممكن أن نعود إلى اللون الأحمر من جديد أي ما يعني انكماش الأسعار وهذا يشير بأنه إلى حد الآن هذه السياسات لم تكن نافعة لرفع مستويات التضخم من جديد أما بالنسبة لتوقعات السوق للتضخم الأوروبي وهنا كما نلاحظ بأنه بعد التسير الكمي كانت أنه نشهد التوقعات أعلى خلال العام الحالي خلال عام 2016 ولكن هذه الأرقام لم تعد تنفع بعد أن شهدنا قرار أو توقعات البنك المركزي الأوروبي في تخفيض مستويات التضخم بالنسبة لليورو مقابل الدولار وقد يكون أيضا يضع بعض الضغوط الانكماشية بالنسبة لأسعار لأنه لكما كان يراهم بأن اليورو سيكون لقريب مستويات الدولار تقريبا مستويات التعادل وهذا لم يحدث مع اليورو ولذلك شهدنا عودة الارتفاع إلى فوق مستويات الواحد عشر تقريبا يورو لكل دولار حتى شهدنا وصول اليورو إلى فوق مستويات الواحد ستة عشر تقريبا ولكن في اليومين الماضيين كنا قد شهدنا اليورو يستقرب بقرب مستويات الواحد اثنى عشر تقريبا بالنسبة لدولار الأمريكي طبعا هناك عوامل أخرى تلعب على انكماش الأسعار في أوروبا وهو التراجعات التي شهدناها في أسعار النفط في أخر أرقام شهدنا مستويات التضخم فقط التراجعات في أسعار النفط سهمت بحوالي 7% من التراجع على هذا القطاع وبالتالي على جميع مؤشرات التضخمية وهذا هو خام برينتا الذي كان يتدود بالقرب من مستويات الـ 50 دولار وحتى تراجع عن مستويات الـ 50 دولار قد يكون له تأثير قوي جدا على مستويات التضخم لو استمر إلى فترة من الوقت ولكن الجيد في هذا الموضوع بأنه شهدنا العرض النقدي أو المعروض النقدي في أسوق هو ما ارتفع في الفترة الماضية ولكن ربما توجهته لم تكن في المكان الصائب على رغم من محاولة البنك المركزي الأوروبي لتوجيه هذه السيولة إلى الاقتصاد الحقيقي ولكن شهدنا فيها بعض الارتفاعات ربما لم تكن هذه كافية لإنعاش الاقتصاد ولكن هذا كان مؤشر جيد بالنسبة للمعروض النقدي في الأسواق الأوروبية